امبارح قريد مست الواحد عجبني جدا مش اقوله طبعا لانه ممكن يضره قال انه لما هو سيناريست مشهور وانا بحبه بس بلاش اقول اسمه لانه ممكن يضر قال انه لما ظهر جهاز الكفتة في مصر تا عبدالعاطي هو كلم رواقي مشهور وسألوا ايه اخبار جهاز الكفتة ده ومصر رايح على فين فالرواقي المشهور ده قال له لا 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 ده زي الفل ده مصر دي هتبقى زي ده سنة اتنين وهيبقى الجهاز ده هنصدره بره وهيعالج وهنجيب منه مليارات وبدأ المصنع فعلا يشتغل بتاع تصنيع جهاز الكفتة ده اللي من خلاله هنصدر بره للعالم بره بيقول السيناريست فالبوست بتاعه انه استغرب قوي انه الراجل الرواقي المشهور ده مؤمن بالفكرة لكن بعد سنة او سنتين الرواقي ده عمل لصديقنا ده بلوك فبيقول الغريب انه فيه ناس متعلمة ومثقفة كانت بتقسم انها شافت الجهاز بعنيها وحاجات كده وبينهي السيناريست البوست ده بجملة مهمة جدا انه دائما تبعد امنياتك عن تقديرك للواقع وانه مهما كانت شاهدتك ومهما كان درجة سخفتك ومهما كان درجة تعليمك اذا اختلطت امنياتك بتقديرك للموقف ضعت الدنيا لا فرق بينك وبينه واحد ما دخلش مدارس انا افتكرت البوست ده دلوقتي ومش اجيبه لانه ممكن يضره ليه بقى؟ لانه فيه ناس وبتسمع الكلام بتاع الاستاذ شوئي ده عن السيسي عامة ليه في البلد بيخلط ما بين حبه المصر وامنيته المصر وتقديره المصر وما بين اللي عمله السيسي فالاتنين بيخشوا عنده ببعض فتتقلب الامنية الى تقدير موقف هنا بقى لا فرق بينه وبين الجاهل السيسي مش هو مصر النظام اللي موجود ده مش هو مصر عبد الناصر جاه ومشي محمد علي حكم من 1805 لـ 1842 ومات وولده جم واحفاده جم وخلصه وعبد الناصر جاء وخلص والسادات جاء وخلص ومبارك جاء وهكذا دول مش مصر دول اشخاص عدت على مصر فما تقلدش حبك لمصر بتقديرك لموقف واحد حكم مصر بفترة خالص وإلا هتبقى زيك زي الجاهل بالضبط ما تقولش كده على مصر هو ده فعلا البوس ده لخص كل اللي عمله السيسي من ساعة ما جاء لحد يمشي ويسأل احمد موسى ايه حكاية الزبالة اللي بترمي في الشارع ليه زبالة اكترى في الشارع ونسي احمد موسى ان في الثمنتاشر يوم كانوا البنات والشباب بينزلوا يكنسوا الشارع نسي الدرس المهم ان الناس ما بترميز زبالة في الشارع لما بيبقى الناس محترمة ببلدها لما الناس تبقى عارفة ان كله خاضر للقانون لما بقى مؤمن ان دي بلدي وان حقوقي فيها مصانة هحافظ على الشارع وحافظ على توبيس وحافظ على شرط المرور لكن لما بدفع ضرائب ما بلاقيش خدمة ليها لما بنزل الشارع وانعرف ان المون كانت مسك لما بدفع تمن الزبالة دي تلات مرات وما فيش شركة بتيجي تلمهم لما بشوف واحد جاه بتيشرت من العتبة خلال 8 سنوات بقى عنده أسور وطيارات وانا ولا شيء لما بشوف ممثل عشان طلع يطبل فبيشتغل ومشهور ومعه فلوس ممثل تاني اكتر منه موهبة ما بيطبلش قاعد في البيت لما بشوف ان البلد ما بتديش حق الناس خلاص هرمي الزبالة ومش عافظ على حاجة وهتهرب من الدرائب لانه ببساطة عشان تضمن الناس ما ترميز زبالة في الشارع وتدفع الدرائب وتحترق بشرط المرور والكبير يحترم الصغير لازم يبقى فيه مصطرة لكل خالق اللي عايشه في الوطن ده مفيش خيار وفقوس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة